اشتركوا في القناة عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم أيها الإخوة الحضور ورحمة الله وبركاته الفهم للموت له أثر كبير جدا على سلوك وحركة الإنسان في الحياة فحينما ننظر إلى الموت على أنه نهاية المطاف وعلى أنه نهاية الحياة وأن به تختتم حياتنا وأن لا يوجد شيء بعد هذه الحياة مواقفنا في هذه الحياة الدنيا تكون من نمط معين لذلك الأمة التي تخاف من الموت والفرد الذي يخاف من الموت الأمة التي تزع من الموت هي دائما أمة ذليلة أمة ضعيفة أمة منهارة أمة متقهكرة كذلك الأفراد هناك موقفين أمام الموت هناك موقف الجزع من الموت والخوف من الموت وهناك موقف تحدي الموت ومواجهة الموت عندما نأتي لأي أمة ولأي فرد تغلغل فيه أسباب الخوف من الموت نجدها أمة ضعيفة أمة منهارة أمة خاوية أفضل الأمم للطغاة هي الأمم التي تخاف الموت الطغاة والجبابرة يتمنون أن الأمم التي يحكمونها تخاف من الموت لأن خوف الأمة من الموت يدفعها أن لا تغامر يدفعها إلى أن لا تقاوم يدفعها إلى أن لا تواجه وتكون طيعة مرنة في أيدي الطغاة هذه الثقافة ثقافة الجزع من الموت ثقافة الخوف من الموت هذه الثقافة لها جذور ولها خلفيات ولها أسباب أحد أهم أسباب الجزع من الموت هو التعلق بالدنيا كلما تعلق الإنسان بالدنيا كلما أحب الإنسان الدنيا كلما انغمس الإنسان في الدنيا كلما عمر الإنسان في الدنيا كلما بنى الإنسان آماله على الدنيا خاف من الموت وجزع من الموت ولكن في المقابل أولئك الذين بنوا آخرتهم ولم يكترثوا كثيرا لدنياهم لم يهتموا ببهارج الدنيا وإن كانوا يعيشون مثل بقية الناس إلا أن هذه البهارج لم تأسرهم ولم تأسر قلوبهم هؤلاء نجد أرواحهم تحلق في عالم آخر ولا يعيرون الموت أهمية بل لا يخافون من الموت ويتحدون الموت باقتحام الموت نحن أمام مشاهد كثيرة من التعلق بالدنيا وأمام مشاهد كثيرة من عدم العبئ بالموت في ساحة كربلا حينما يعرض على عمر بن سعد أن يقاتل الإمام الحسين عليه السلام عمر بن سعد كان من أشراف القوم ولكن قد أعطي حكم مدينتين فناداه بن زياد وعرض عليه أن يعطيه ملك الري إضافة إلى تلك المدن التي أعطي ملكها عمر بن سعد متعلق بالدنيا متمسك بالدنيا محب للدنيا أراد أن يجمع في قلبه حب الدنيا والنجاة في الآخرة في المنعطفات المصيرية لا يمكن أن نجمع بين الدنيا وبين الآخرة علينا أن نختار إما الدنيا وإما الآخرة جاءوا ليساوموا عمر بن سعد عمر بن سعد قال اعفني عن قتال الحسين وسمى له بعض الأشخاص قال عليك بفلان وعليك بفلان وعليك بفلان رد عليه ابن زياد قال قلت لك جئت أستشيرك لا أستأمرك أنا جاي أسألك أستشيرك هل تريد أو لا تريد ما جيت خليتك فوضتك أنك أنت تأمرني ود فلان وعلان قلب عمر بن سعد مشكلته أنه كان متعلق بالدنيا فقال له إما أن تقاتل الحسين أو نسلو منك ملك المدن والبلدات التي أعطيناك إياها قبل عرضنا عليك ملك الرأي هذا الأمر جعل عمر بن سعد أن يقدم الدنيا وحب الدنيا على الآخرة هذا أحد الأسباب الذي يجعل الإنسان يبتعد ويخاف من الموت في المقابل نجد علي الأكبر عليه السلام علي الأكبر عندما وجد أباه يضع رأسه بين ركبتيه ويسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون سأله علي الأكبر قال ما بك يا أبا قال أرى القافلة تسير والمنايا تسير من ورائهم انظروا إلى القلب الذي لم يتعلق بالدنيا الذي لم يتلوث بالدنيا الذي لم يكن لحساب الموت ولم يعبأ بالموت قال أبتاه أولسنا على الحق نحن مو على حق قال بلى والذي إليه مرجع العباد نحن على حق قال إذن لا نبالي هذه الثقافة ثقافة عدم العبء بالموت وثقافة عدم الخوف من الموت وثقافة مقاومة الموت وتحدي الموت بالموت قال إذن لا نبالي أوقعنا على الموت أم على الموت وقعنا لا فرق بالنسبة إلى إذا كان موقفنا موقف صحيح وكان في ذلك تأدية إلى تكليفنا وإلى رسالتنا وإلى قضيتنا وإلى مبادئنا وإلى رسالتنا ينبغي أن لا نخاف من الموت بالعكس هذا فرصة لاقتحام الموت والوصول إلى الهدف للقرب من الله سبحانه وتعالى إذن لا نبالي أوقعنا على الموت أم على الموت وقعنا في مشهد آخر لهذا الصبي يقال أن القاسم بن الحسن كان عمره 13 سنة يعني نحن نستطيع أن نقول مراهق في هذا الزمن الإيراني يقول نو جوان بعد ما صار جوان نو جوان هو بيصير جوان شباب جاء له الإمام الحسين عليه السلام بعد أن جاء عدة مرات يسترخص الإمام الحسين عليه السلام ليشارك في المعركة فكان يرده الإمام الحسين عليه السلام فيذهب ويعود يذهب ويعود بعد ذلك جاء فقال له الإمام الحسين كيف ترى الموت انظروا أين السؤال دائما السؤال النظر إلى الموت لأن الأمة كل الأمة موقفها يتحدد يتحدد من خلال نظرتها إلى الموت غالبية الناس تخاف الموت لذلك نحن نجد في مقارعة الظالمين الذين يقارعون والذين يتحملون والذين يصمدون والذين يستمرون والذين يقاومون هم قلة قليلة في كل الأمم هم أولئك الذين لا يعبؤون بالموت أما أولئك الذين يخافون من الموت ويزعون من الموت فإنهم تشل مواقفهم لا يستطيعون أن يتخذوا موقفا في المواقف والقرارات الصعبة والمصيرية كل الأمم هكذا مجتمعاتنا ليست خارج من هذه السنة التي جرت على طول التاريخ عندما تصطدم مع حاجز الموت نجد أن المقبلين على الموت هم قلة قليلة والذين يزعون من الموت هم كثرة في الأمة عندما نجد هذا التراجع في أي أمة عندما نجد ذلة في أمة عندما نجد انحطاط في أمة علينا أن نفتش نظرتهم إلى الموت لذلك الإمام الحسين عليه السلام من الذين لم يكن يعبؤوا بالموت في سبيل المبادئ والقيام لذلك كان يقول إني لا أرى الموت سعادة مو بس ما أخاف من الموت يتحول الموت عندي إلى سعادة القاسم يقول كيف ترى الموت قال أرى أحلى فيك من العسل قال فيك أحلى من العسل إذن يتحول هذا الخوف هذا الجزع تنقلب الصورة لذلك الأحرار منهم الأحرار الأحرار هم أولئك الذين يمتلكون قرارهم في المواقف الصعبة والمصيرية الذي يستطيع أن يقول كلمة لا في وجه الطاغوت عندما يكون بين كلمته وبين موته هذه الحروف هذه الحرفين عندما ينطق كلمة لا في وجه الطاغوت قد يكلفه حياته هؤلاء هم الأحرار هؤلاء الذين يغيرون التاريخ هؤلاء هم الذين يغيرون مواقف التاريخ ليس أولئك الذين يترددون في المواقف الصعبة خوفا من الموت يوجد رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول حب الحياة من الذل كلما تعلق الإنسان بالحياة كلما أدى به إلى الذل في الحياة وكلما تخلى الإنسان عن عوالق الحياة كلما عاش عزيزا كريما في حياته لذلك نحن في تعاليمنا الإسلامية دائما هناك حث على ذكر الموت وحث على حب الشهادة والقتل في سبيل الله لأن في حب الشهادة وفي الإقبال على الشهادة وفي تمرد على الموت وفي تحدي الموت حرية الإنسان نحن حينما ننظر إلى الحياة والموت على أن هذه هي نهاية المطاف والموت هو خاتمة نهاية هذا المطاف سيصعب علينا أن نتمرد على هذه الحياة ونقتحم الموت ولكن نحن أبناء مدرسة القرآن الذي يؤكد لنا مرارا وتكرارا أن هناك حياة أخرى هي غائبة عن عيننا عندما يتحدث القرآن عن الغيب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من الذين يؤمنون بالغيب الإيمان بالغيب هو الإيمان بوجود حياة أخرى بوجود ثواب وعقاب بعد هذه الحياة الدنيا إذا استطاع الإنسان أن يفتح بصره إلى تلك الحياة استطاع أن يقتحم ذلك العالم الغيبي بعدين نفهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن مشكلة فينا لا تشعرون نحن ما نشعر إذن مشكلة في فهمنا بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء عند ربهم يرزقون عندما ينفتح فهمنا إلى مسألة أن الشهادة وأن اقتحام الموت وأن التمرد على الموت وأن لا نعبأ بالموت حين ذاك نستطيع أن نتخذ القرار في مواجهة الطاغوت في مواجهة الجبابر وفي مواجهة المستكبرين ونتحدى هؤلاء الطواغيت والمجرمين لذلك حينما نأتي على مدرسة كربلاء حينما نتصفح فهم كربلاء للموت نأتي لعلي الأكبر الذي لم يعبى بالموت نأتي للقاسم الذي ينظر إليه على أنه أحلى من الشهد وأحلى من العسل إنما نأتي للإمام الحسين وهو معلم هذه المدرسة الذي قال إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما علينا كلنا فرد فرد أن نراجع موقفنا من الموت إذا كنا نرى أنفسنا بأننا نخاف أن نقتحم الموت فلنوطن أنفسنا على حياة الظلم ولكن إذا استطعنا أن نتمرد على الموت وأن نقاوم الموت وأن نقتحم الموت ونقتحم الغمرات ونقتحم المخاطر فإننا سوف نعيش عيشة الأحرار عيشة العز والكرامة وعيشة الإباء نحن في الدعاء نقول اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد حياة محمد وآل محمد هو حياة العز وحياة الكرامة وحياة عدم العبء بالموت في سبيل الدين وفي سبيل القضية وفي سبيل الرسالة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهدائنا بواسع رحمته فهم الذين أبصروا الحقيقة وشقوا الطريق ولم يعبأوا بالموت بل تسابقوا للموت لينيروا لنا ولبقية الأجيال ولشعبنا الطريق أسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة والمغفرة وأن يرزقنا الشهادة في سبيل الله وأن نكون من السائرين والحافظين لرسالة الشهادة وحافظين لثقافة الشهادة والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين